لدى استقبال سموه لعدد من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين بقصر القضيبية صباح اليوم شاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بالمبادرات الرائدة التي عززت المكتسبات الحضارية في مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وأعرب سمو رئيس الوزراء عن بالغ الاعتزاز والفخر بمواقف شعب مملكة البحرين في تحمل مسؤولياته تجاه وطنه بالحفاظ على هذه المكتسبات الحضارية وصونها بعطائه المستمر حرصا منه على السمو بوطنه بين الدول فالنهوض بالوطن لا يكون إلا بسواعد أبنائه الذين نعتز بدورهم وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل جاهدة على تحقيق الأفضل لرفعة الوطن والمواطنين وأنها تحرص على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات من أجل توفير مقاومات المعيشة الكريمة للمواطنين مشيدا سموه في هذا الصدد بعطاء المواطن البحريني المتواصل وبحرصه على بذل الجهد والعمل لصالح بلاده وتنميتها وبما يبديه من إخلاص وعمل دؤوب لتحقيق رقي الوطن وتقدمه لما يتميز به المواطن البحريني ويتحلى به من وعي وإدراك للتحديات وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن عراقة التاريخ والتراث في البحرين تعكس ما لشعب هذا الوطن من حضارة شكلت ولا تزال ملمحا أصيلا يظل على الدوام مبعثا للفخر والاعتزاز وحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية تعزيز التواصل والتقارب بين أبناء المجتمع البحريني الواحد بالشكل الذي يسهم في تقوية الوحدة الوطنية وتقوية دعائم الوطن في مواجهة كل محاولات زعزعة أمنه واستقرار